أقول لحضراتكم للناس اللي بتسأل واحد أوضح لكم بس بداية موقف أحمد خندوسي صفقة النادي الأهلي الجديد أحمد خندوسي ويمكن احنا اتكلمنا عليه في حلقة مبارح وأعتقد أنه ردود الأفعال من جميع النادي الأهلي رائع يعني الناس مبسوطة جدا بالصفقة دي وفيه ناس راحت لأنها يمكن تكون واحدة من أفضل صفقات الفريق في الموسم الحالي ككل سواء مركاته صيفي أو مركاته شتوي أحمد خندوسي لعب مميز جدا أرقامه مشاركته تأثيره مع فريق وفاق الصيف أعتقد أكتر من رائع وواحدة من أهم ومميزات خندوسي أنه لعيب جوكر ولعيب النواحي الهجومية عنده يعني عالية جدا بيلعب ممكن صنع علعاب بيلعب 6 و 8 بيلعب كمان جناح وشارك في المراكز دي مع فاق الصيف وفاق اللي لعب فيها كان مؤثر سواء على مستوى التسجيل أو على مستوى صناعة الأهداف لعيب كورة عنده مهارات كويسة جدا عنده دريبلينج عالي جدا نواحي البدنية عنده جيدة جدا فان شاء الله يكون إضافة لكن خليني أقول لكم بلا أن الناس بتسألني هيلحق يشارك مع الأهلي في البطولة لا يعني الحقيقة أحمد خندوسي مش هيكون موجود مع بعث النادي الأهلي في المغرب لأنه متواجد حاليا في مع الجزائر في بطولة أفريقيا للمحليين اللي احنا مشاركش فيها معرفش ليه بس يعني مع لنا على كل أحوال طبعا القصة مش قصة لها لوائح ولا قوانين وده ما حصلتش بأي شكل من الأشكال أي تواصل رسمي الحقيقة رغبة من النادي الأهلي في يعني التأكيد على عمق العلاقات اللي بتربطنا بالأشقاء في الجزائر وعمق العلاقات اللي بتربطنا مع نادي وفاق الصيف فالحقيقة النادي الأهلي قرر أن يترك أحمد خندوسي للمشاركة أو لتكملة المشوار مع المنتخب الجزائري للمحليين طبعا عنده أعتقد مواجهة مهمة جدا نهاردة وبكرة وبالتالي أحمد خندوسي مكمل مع المنتخب الجزائري ومش هيكون مع الأهلي في بطولة كاس العالم في المغرب